مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع في هذا الأسبوع أن يحدث أمطار رعدية في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة وأيضا الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة يوما بعد يوم خلال أيام هذا الأسبوع يوم الأحد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة غائمة جزئيا في المناطق الشمالية الغربية مع فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر العظمى المتوقعة 43 والصغرى 30 أيضا الأمطار متوقعة في المنطقة الجنوبية الغربية في العظمى المتوقعة 25 والصغرى 19 الأجواء حارة في المناطق الشمالية الشرقية 45 العظمى والصغرى 32 المنطقة الشرقية 43 إلى 33 وكذلك المنطقة الوسطى 43 إلى 33 والمنطقة الغربية 40 إلى 31 درجة مئوية يوم الأثنين ارتفاع على درجات الحرارة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة المنطقة الشمالية الغربية 43 و 31 المنطقة الشمالية الشرقية 46 شديدة الحرارة إلى 31 المنطقة الشرقية 43 إلى 31 والمنطقة الوسطى 45 إلى 32 المنطقة الغربية 39 إلى 32 المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر 25 إلى 19 ويوم الثلاثة أيضا استمراء الأجواء الحارة المنطقة الشمالية الغربية 43 و 31 المنطقة الشمالية الشرقية شديدة الحرارة 46 و 31 المنطقة الشرقية 41 و 32 المنطقة الوسطى شديدة الحرارة 45 و 31 المنطقة الغربية 38 إلى 31 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 27 إلى 19 درجة مئوية أيضا يوم الأربعاء استمرار الأجواء الحارة المنطقة الشمالية الغربية 43 و 31 المنطقة الشمالية الشرقية 45 و 31 المنطقة الغربية 41 إلى 32 والمنطقة الوسطى 45 و 32 المنطقة الغربية 39 و 32 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 26 إلى 18 درجة مئوية الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة المنطقة الشمالية الغربية العظمى 43 و 31 المنطقة الشمالية الشرقية 45 و 31 المنطقة الشرقية 40 و 33 والمنطقة الوسطى 43 إلى 34 مع ظهور بعض السحب والمنطقة الغربية 39 إلى 33 درجة والمنطقة الجنوبية الغربية 25 إلى 19 مع أجواء غائمة جزئيا وسقوط زخات رعدية من المطر وأحيانا وأخيرا يوم الجمعة استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة إلى شديدة الحرارة المنطقة الشمالية الغربية 43 و 30 الشمالية الشرقية شديدة الحرارة 45 إلى 31 المنطقة الشرقية 41 و 31 المنطقة الوسطى 43 و 33 والمنطقة الغربية من 40 إلى 33 طبعا مع ظهور كميات من السحب في المنطقة الوسطى والغربية المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا العظمى المتوقعة 26 والصغرى 19 درجة مئوية إذن أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله شكرا للمتابعة نترككم في القناة